اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين وانطلاقا من الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدة تتمسك من نهج القائم على التعاون والتضامن في إطار تعزيز الأخوة الإنسانية وتجد أن تضامن الأمة العربية هو سلاحها ضد كافة محاولات الاختراق الخارجي وخلال كلمتها في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان التضامن العربي نوهت رئيسة مجلس النواب إلى الحاجة الماسة لتعميق فكرة العمل بروح الفريق الواحد بين البرلمانات العربية وتنمية روح تضامن العربي المشترك سيما في ظل ما يشهده أكثر من بلد عربي شقيق من تطورات تمس أمنه واستقراره ووحدته إلى جانب التخديات التنموية دعية إلى ضرورة تعميق روح التعاون والتضامن العربي إزاء الممارسات الإرهابية التي تستهدف الإخلال بالأمن العربي والتي تقوم بها ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى تسجيل موقف موحد إزاء التدخلات الإيرانية السافرة في أكثر من دولة عربية نجد أن التضامن أمتنا العربية هو سلاحها الوحيد الذي يستطيع أن يقف سدا منيعا ضد كافة محاولات الاختراق الخارجي الدولية والإقليمية إذ عليها أن تسيج مقدراتها ومصالحها بتبني مواقف موحدة بشأن قضاياها المصيرية وتحدياتها الوجودية والحفاظ على المصالح العربية المشروعة من الضياع أو التشتت في ظل عالم لا يعرف إلا التكتلات وأن تسعى عبر هذا التضامن نحو تحقيق حلم شعوب العربية المستحق في التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والازدهار والرخاء